الحقيقة كمان زي ما قلت لحضراتكم النادي الآلي انهى معسكره الناجح جدا حقيقة معسكر النمسا تسعة ايام من التركيز تسعة ايام من الاستعداد لموسم قوي جدا ان شاء الله الاستعداد على جميع المستوى على المستوى البدني على المستوى الفني على المستوى المباريات النادي الآلي قدم مباراة زي ما قلت حضراتكم كسب فيها تلاتة واحد مش هي دي المشكلة او مش دي الهدف من المباراة لكن الحقيقة كان معسكر إجمالي معسكر نجح جدا أولا أجواء رائعة أجواء مثالية لكل لعب كرة بيستعد الموسم جديد بعيد عن الدوشة بعيد عن الدوضاء بعيد عن المدينة يعني في مناطق كلها خضرة ملاعب زي ما حضراتكم شايفين ملاعب على أعلى مستوى الأدوات موجودة الأدوات الاستشفى موجودة حتى الأدوات الترفيهية موجودة للعيبة بشكل كبير لكن الجدية والتركيز وكل لعب شايفين مصطفى شبير يعني من موت نفسه مش مصطفى بس الحقيقة كل اللعبة كانت على مستوى عالي جدا من التركيز على مستوى عالي جدا أنها عايزت إن شاء الله تبدأ الموسم الصعب ده بداية جيدة جدا وكمان العناصر الجديدة اللي دخلت على فرقتنا بتكلم زي على ريدا سليم بتكلم على إمام عشور الحقيقة كانوا يعني مع طبعا كريم ندفت اللي مش غريبة عن نادي الأهل وصلاح محسن الحقيقة تعلقوا بشكل كبير جدا وفي المباراة الودية اللي أقيمت من ثلاثة أيام وغير كده على مستوى التدريبات في إشادة واضحة بكل اللعبين الحقيقة يعني كولر أشاد بالمعسكر جدا جدا بكل اللعبة بغض النظر عن الأسماء كان فيه تركيز كبير جدا وكان فيه شغل فني كبير جدا جدا وكولر بيحط إيديه على مش هقولك التشكيل المناسب للأهل ولكن هو عودنا أنه عنده سكواد كبير عنده تشكيلة كبيرة من اللعبة المميزة هنشوف إن شاء الله بداية موسم إن شاء الله يكون موسم قوي لمارسل كولر وكتيبة النادي الأهلي والجماهير المنتظرة الحقيقة بفارغ الصبر انطلاق هذه البطولة كمان النادي الأهلي يعني زي ما أقول لحضراتكم بجماهيره منتظرة الفترة اللي جاية حزمة كبيرة من البطولات الكتيرة جدا جدا ودوة كان الحقيقة كان سبب واضح لمارسل كولر إنه يعمل معسكر مغلق بشكل مميز جدا ويكون استعداد جيد للعابتنا شايفين طبعا الصور التسكرية كابتن خلت بيبو موجود مع جماهير النادي الأهلي الموجودة في كل حتة في العالم الحقيقة يعني مهما راح النادي الأهلي في أي مكان في العالم ليه مشجعينه وليه محبينه وليه الفان بتوع اللي موجودين في كل حتة الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم يعني كواليس المعسكر كانت كمان على المستوى الجماهيري كانت نجحة جدا جدا كل الناس بتتصور مع نجوم النادي الأهلي كان معسكر ناجح جدا الحقيقة وولدنا رجعوا بالسلامة خدوا 48 ساعة راحة وان شاء الله بيستعدوا للبطولة الأولى في هذا الموسم والسوبر الأفريقي أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائر ترجمة نانسي قنقر